السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير تكون احوالكم طيبة. اموركم هي هديك نتمنى لكم كل خير من كل قلبي يارضي. اقتراح يليكم لهذا الفيديو هذا واحد المملحة ولا واحد المقرمشة مسيمينات كي يجيوا في الفران رائعين بحشوات سهلين اقتصاديين ابدا ما فيهم لا كفتا لا لجاج ولا حوت كي يجيوا بالسبان كيف ما كان يعرفوا السباني اختبرها وقتها كاينان توفرها وجو بنات الريكوتا ولا اللي ما عندوش ريكوتا يستعمل جبلي بحل بحل كي يجيوا الزوينين وزوينين بزاف قاعب لما نقول لكم عادة على يعني هدا مسيمينات كي يجوا مورقين وجو لداد وبنان بزاف 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 باش تتعرفوا تفاصيل هاد الحوشوات هادو اللي درت انا يا وعليكم غير تابعوا الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك إلا كنتو جدا تنوروني مرحبا والف مرحبا واحد لايك ملكم واحدة لما عجبكم شل ديز لايك نخليكم مع الفيديو فرجة ممتعة وكير عادة يعني في هذا الموم لحدة ممكن نبدو بالورقة كيفما كتشاهدوا معايا عندي كاس واحد منتاع العنبة منتاع الدقيق الفينو وعندي اربعة منتاع الفارينا وكان نحتاج لهم واحد ملعقة صغيرة منتاع الخرد المطارد يعني راكت عطي واحد الماداق وفي نفس الوقت اللي ما كيبغيهاش وما كتبانش قعي يعني وكان نديروا يعني قليل من توم باودر بصلا باودر يعني هادوك الورقة نتاعي انكها كتجي بنينة بنينة أصدقون هنا كتجي غير ورقة بوحدها كتجي زوينة وزوينة بزاف عندي رأس ملعقة صغيرة انتاع خمارة حمارة كمائية وكان نحتاج واحد شوية انتاع الخل هكا كيفما كتشاهدوا معايا عن ملعقة صغيرة انتاع الخل خل كيعطير لها الطروة والقرمشة في نفس الوقت كان نديروا شوية دي المليحة ما نكترواش الملحة لبنات حيث نباقي الحشوة ديرنا ملحين وكان نديروا لها واحد ملعقة انتاع سكر صغيرة هكا سكر سنيدة كيفما كتشاهدوا هذا هو المكونات كأضافة ندرت لها واحد تجمع علق صغارين انتاع حليب نيدو كأضافة اللي عندو يديرها اللي ما عندوش مشي مشكل بلا ما يديرها غير نيدو كيعطيني حتى هو كيعطي بنا وطروة العجائن دينا معروفة وكان نعجن بالمعادي ولا دافيغي شوية صافي باش يجمع لي العجين اللي عندو العجانة يستعملها اللي ما عندوش يستعمل عادي ليديه عادي في شيء هنا او نعجنوها كتجيب هاد الشكل هادا كتبالكم بحلكة ملسق ولا كلا بعد من كنجمعها كتجي طرية هاد الشكل هادا وكان دي رفوحة بلاستيك غدائي ونخليها يعني ترتاب لي غير بحديتها حتى نرجع عندها خليتها بالنصغير واحد روحة ربع ساعة لا اقل لا اقل لا وكان نديرها دوائر صغيرة يعني شوفوا انتم الحجم اللي بغيتو تتخدموا بيه بتتكبروا بتتصغروا انا استعملتهم هاكا كيفما كتشاهدوا معايا دهنت البلاتوزيالي بالزيت وكان صيب فيهم دوائر وكان دهنهم حتى هما بالزيت فساليت غد نغطيهم عود بالبلاستيك ونخليهم يرتاحوا لي على خاطرهم شحال ما خليناهم يرتاحوا بزيان واحد الساعة ساعة ساعة وناص يعني على الاقل خليهم واحد الساعة يرتاحوا مزيان كان مشي نخدمهم ونخليهم يرتاحوا ونضبحوا شوان تاعي عندي نس كيلو انتع السبانيخ طبيعة الحال يعني مغسولة من القياه كيفما كتشوفوا وعندي البصلة هاداك الشالوت طويلة كيفما كتشوفوا يعني مش البصلة الاخرى هادية اللي هي هي ركتع بنا درتها ممزيت زيتون البنات اللي ما يفضل زيت زيتون يدر زيت نباتية عادي ويكين يعني زيت زيتون يعطيهم واحد بناء كيجوب ناصراح وكان دير هنا هاداك الباصر اللي شفتوني درت وحد تتلاتهم تاعة شال لدينا الحق Macedsbaniخ تعطي ملتها ماهما ماهماní Sans خوف تخصي لل هاداك الباصلة ليس يعتمون بها الملتجándyas اضفت زيتون وإضافة ملحة اضفت زيتون وإضافة الفل أسود نحن نحن نحرك فيها وإضافة الماء نحن نحرك فيها وإضافة الماء نحن نقوم بأسفة الماء نجد العجن و ندهنها و نصرحها عادي بحال يتخدموا مسمن عادي نضحها و ندهنوا بهذا الزبدة و الزيت و ترجعوا و نجمعها عادي بحال يتخدموا شي مسمن و تخليها ترتاح للمرة الثانية بهذا الشكل هذا حتى نسالي كامل هذه العجنة بلا هذا الشكل هذا ساهلين البنات غير شهو كيبغيش فيها الوقت العجن ديالي باش يعتني الطوع يعني كنخليه و يرتاح كيف ما بطكم يعني شحال ما خليته بحال يرتوه الصباح غير بدأوا به و خليه و ترجعوا عنده و نبقى مستمره حتى نسالي كار كيميا ديالي رجحها لشكل مسمن كيف ما كتشوفوا و نخليها ترتاح خليتها ترتاح لبنات واحد ربع ساعة بعد نجيبها بعد ما رتحت جبتها و سرحتها و درتها شفية بالورق باش جين يرقيقة كيتورق عليش كيجيون مورقين نسرح بهاد الشكل هذا و ندهن و نقطع بهاد الشكل هذا و نبدي نضي الحشوة ديالي وبعد ما اكيد نضيف لها جوبنات الريكوتا اللي كتعطيها واحد البنة زوينة زوينة بزاف كتتواسة بزاف مع السبانيخ صراحة كتجي رائعة و كان نبقى نقطع طريقاته شوين أنا غادي نقسمها على نسفين غادي ندير شوية مع هاد السبانيخ و نخليه شوية مع الحشوة الثانية غادي تشاهدوا معايا و اللي ما عندوش هاد الجبن الريكوتا عادي ما يعودها بجبن جبلي و اللي احتجوا بالمثلاتات البنات و نبقى ندير بهاد الشكل عادي الطوية ديالهارة سهلة يعني غير تحطي الحشوة و تبقى يتلفي و تبلع هذوك القنات تسدي هكا و نبعد نديري واحد الخطوط و واحد سكين حاد ولا هادك نيكون اشي حاجة حادة شفيا ما كانش عندي ماضي كما نقولو تجعطي تلك الخطوط جمالية و يجيو زوينين و بهاد الشكل هذا نستمر حتى نسالي كامل هذيك العجنة نتاعي مع الحشوة اللي عندي هذيك العجنة اللي ادرتها انا يا راني خدمت بها جوج تعني جوج تعني نوع تعلموا ملاحظ انتوما إلا ما غادش تقادي تعملوا نصف كيلو ديال سبانيخ تقدروا تقلوا هذك العجين نقسم من العجين هادو قسمتوما هكا على ربعة باش يجيوني صغار اللي بغا يديرهم صغار كنحاول نتقاسم معاكم على الأحجام يعني إلا بغا تديرها صغيرة بتديرها كبيرة هادي تقسميها على أربعة إلا بغا تيجيون غير صغيرين و مشتا هو ما تعملوا ش فيهم الحشوة بحال هات الشكل هادا صافي و كان خليهم هادي الحشوة الثانية اللي بنات احتها تجي لديدة وسهلة مطيبة فيها حتى شي حاجة هادي باصل مشلط خضر فلفلان مشلطة خضراء عندي فيها الزيتون و جوبنات ريكوتا شوية زعتر زيت زيتون فلفل أسود و شوية مليحة و نحركوا الكل بعد الشكل هادي مطيبة محتشي حاجة هاكا هاداك زيتو الأسود هاداك هاداك المر نتمر البلدي كيمانغولو اللي عنده عادي نتع بيزا يتنتع بيزا و كان حرك الكل و كان بدي ندير الحشوة الثانية صراحة انتهت الحشوة راه ها زوينة زوينة خاطيرة كتجي رائعة ما طيبة محتشي حاجة كيجي فيها يعني كتتحشي في الفران و ما كيتبوها كفوسط هاداك العجين كيجي رائعين و كان دير و كان نجمع الطراف فانا هادي جمعت لها الطراف تركها يعني واحدة طيام مغيرة باش ننفر قومة بين السبانة و هادا الحشوين تعطونو الباصل والفلفل باش تجيني يعني مفرقة على هاديك كيف ما كيتشاهدو كان جمع مجنب و كان نقنروا لي ها هادا الشكل هادا كيجيو زوينين و عرفت واحد القرما شاف فيهم البنات رائعين عيني ما واحد كساتاي ولا شي زلفت الحريرة و راحنا مقبلين على الشهر الكريم شهر رمضان المعدم قادي نفعوكم هادا المملحات هادا غرزدوهم في الحساب هاكا كان يعني سهلية تكتبها لكم هنا قدرتها واحد محين شات سبحوا لي ما صورتهم يعني عادي يعني محين شات كتلويهم و جيبي صفر البيض و كدهني كل شيء و طيبهم على درجة حرارة ناقصة ما تجهدوهمش خليدك شيء طيب على خاطره و مبعد تهوديهم لتحت يتحملوا و يتقرمشوا و بصحة و راحا كيجيو هائلين ممتازين هذا هو شكلهم النهائي القرمشة ما نقول لكم رائحة من كانوا يطيبون ما نقول لكم يعني كيف ما نقول لكم الزبدة انا هنا قدرتنا شيء شيء ميتين جرام لذوبتها يعني حال ما اخذتها بالزبدة اكتر من الزيت اكيد غادي تجي اشي حاجة اللي يزوينا و زوينا بززا ضفتها مع الزيت ما نقول لكمش على القرمشة يا سلام و على الطرى و ديجات من داخل القرمشة على برة جاو رائعين و ديك الحوش و انتع السبانيخ عاود بالريكوتا يعني جاو زوينين و حتى ديك اللي يدرتها بالطرن و البصلاع و ثاني جاو فنين هذاك مدق و هذاك مدق بنفس بنفس العاجين جاو ممتازين و ممتازين البنات نتمنى الفيديو نتاعي اليوم يكون نالاعجابكم و نتمنى تستفدوم هاد المملحة هادي كيف ما قلت لكم راح جاي شهر رمضان غير زبا قيدوها حتى هادي راح سهلة و بسيطة و بدون عانا و بدون تكاليف كتجي ممتازة ممتازة نتمنى الفيديو يكون نعجبكم ما تنسونيش بدعمكم لان صراحة راحش ما كان شوفش الدعم و ما كان شوفش المشاهدات ولا ركا يعني كالانسان كيفش الكي يقول ولكن لا لا مدم كان بغي هاد المجال و كان بغي هاد كان بغي نتقسم معاكم هاد شي هذا ما كان لاش نقول لا اللي جديد في القناة سينورني بالاشتراكة ديالو و يفرحني بواحد تعليق واحد اللايك و احتى ديزلايك الاشلا الى الى اللقاء